كمان كان عندك أخبار حلوة أنا عايزة بقى أعرف بقى يعني أولا نبارك على ريان صح كده؟ يا ربني خليك ماشاء الله يا ربني خليك وجالك من قريب ألف مبروك الحمد لله ويتربى في عزك إن شاء الله يا ربي خليك يا ستكول بتحس بإيه وإنت قب؟ يحسس الأبوه عامل إزاي؟ أنا عايزة أوضح معلومة بس فضل طب كتعسوش الماديا كتنازل إن أنا معايا تسعة إن أنت عندك تسعة ولاد تسعة ولاد قالوا كده؟ لا هم تمانية ماشاء الله فأنا بحب العزة ماشاء الله بحب يكون عندي عيال ولإني أنا يعني بحب أهلي زي ما قلت وبحب أخواتي وبحب يكون وراي عزة وراي أهلي وراي ناس والمهنة بتاعتي عمتا مش دايمة بالبلدي مثلا لو كانت دا مثل غيرك ما تكنتش وصلت لك صح اللي هينفعني في الدنيا اللي هينفعني في الدنيا هي العيال العيال صح وطبعا ربنا يخليها ليستك كله أمي وأبويا ربنا يخليهمي الأول هم دول اللي هينفعني هم دول سندي وظهري في الحياة صح أنا فاكرة من أول ما تقبلنا كنت بحي فيك وبقولك دايما أن أنت ماشي أو أنا استشفيت أنك ماشي بردى الوالدين الحمد لله لأنه ماشاء الله دايما راضي أهله واللي راضي أهله داي يقولك إيه يعني نكسب على طول طبعا لازم وربنا طبعا راضي عنه أمي وأبويا يعني إحنا من غيرهم ولا حال صح صح عارف لي يا رضا بقولك كده لأن أنت وانت عارف دا ماشاء الله عليك في شباب كتير قوي بصراحة يعني أنت مش نجم في فئة معاقل لا 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 في شباب كتير قوي أنت عارف الحمد لله أنت قدوتهم فلما بيكون في حد بيحبك قوي وإنت رضا البحراوي فبيقعد بقى يستنى ورضا اللي بقى أنت بتعبر عنه وفق غاني وغدر الصحاب والتقطيع والأحزان والفرح لما بيلايك أنت بهار بوالديك ويقولك أنا هايزة بقى زي رضا الحمد لله ده بجد الحمد لله أنت بتشوف التأثير دا بشوف والله بتشوف الحمد لله وتلاقي اللي بيقلدك 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 صح جدا آه الحمد لله مبسوط أن أنت بتوضح من خلالنا الحاجات اللي بتنزل على السوشيال ميديا وإن شاء الله مش بس يبقوا 8 ولاد عندك يبقوا عشرة واشر اللي أنت عايز يا رب